ما هي وظيفة المثقف؟ هذا السؤال سأجيب عليه في هذا الفيديو القصير فكونوا معي يا أصدقائي السلام عليكم يا أصدقائي ما هي وظيفة المثقف؟ باختصار وظيفة المثقف في عالمنا هذا هو تحطيم المقدسات أي مقدسات كانت هذه هي وظيفة المثقف وهذه هي أيضا المشكلة التي واجهها أي مثقف يروم أن يقدم تصورا مختلفا عن السائد ومواجها له ومؤترضا عليه وعليه لأن نطرح السؤال الأساسي ما هي حدود وظيفة هذا المثقف؟ هذا المثقف علي أن كما قلت وأن يحطن المقدسات وعليه أن يطرح أسئلة أسئلة تناقش وتحل القضايا إشكالية يتحاشاها الرأي العام لحساسيتها الشديدة أو المتوسطة والأهم من كل هذا أن يقوم هذا المثقف بإزاعة الغبار عن القضايا التي ما زالت إشكالية في مجتمعاتنا أو بالعكس لم تعد إشكالية بحكم العادة والتكرار والنسيان المعنى أن هناك عادات وتقاليد يدعون أنها عادات وتقاليد ويجب المحافظة عليها ويدعون أيضا بإنهاء المجتمع أن هذه ثقافات وتقاليد راسخة وعريقة وأصالة وما لذلك بالعكس هي هذه الكلمات أصالة وتقاليد وعادات وثقافات يجب مراعاتها هذه هي الأشياء التي يجب أن يتصدى لها أي مثقف حقيقي ولن يقوم أي مجتمع بمراجعة ذاته وتحسين وتطوير وضعه بدون مواجهة هذه الأمور وبدون السماح أو ترك أي فرصة للمثقف لأن يعبر عن رأيه بصراحة وبدون أي اعتراض مهما كانت هذه الآراء غريبة ويعني لا يتقبلها المجتمع بالعكس هو هذا الشيء الصحيح الذي يحفظ المجتمع من هاجس البقاء داخل شرنقة العادات والتقاليد والأعراف السائدة وظيفة المثقف الكبرى أيضا أن يفحص الأجوبة وليس أن يطرح الأسئلة ولا أن يتصدى للحالات الموجودة أو التقاليد والعادات والقيم الراسخة داخل المجتمع عليه فقط أيضا أن يوجه الأسئلة وينتقد وأيضا أن يفحص الأجوبة الجاهزة الموجودة والتي تقدمها الثقافة الموروسة وخاصة تحديدا الأجوبة المقدسة لديها كل مجتمع أجوبة مقدسة هذه الأجوبة هي من أخطر أنواع الأجوبة وهي التي تصيب المجتمع بالشلل وعادة ما تكون هذه الأجوبة المقدسة محصورة في خانة الدين الدين هو المتخصص في هذه المسألة لكن ربما هناك أنماط أخرى من الثقافة أو أنماط أخرى من القوانين التي تربط بين الجماعة البشرية ربما هناك نظام دولة متعصب استبجادي نظام دولة ربما حتى لبراليا أو متحرر أو علماني لكنه ينشر قيما ثابتة وراسخة لا تقبل النقاش ويقدم أجوبة راسخة فبالتالي المتقف وظيفتها أن يتصدى لهذه الأجوبة ليس بهدف التصدي لها عندما لحقيقة أن كل شيء قابل للنقاش وكل شيء فيه جانب سلبي وفيه جانب إيجابي ووظيفة المتقف هو أن ينبهنا إلى الجانب السلبي في كل ما هو موجود داخل مجتمعاتنا بل أحيانا الجانب الإيجابي أو القضايا التي تبدو إيجابية هي في تداعياتها تصبح من أسوأ ما يكون ربما نقوم بفعله الآن هو يصف في صالح الشعب أو في صالح الدولة أو في صالح الجماعة أو في مجتمع ولكنه على المدى البعيد ستكون عواقبه وخيمة جدا وهذه العواقب قد لا يراها الكثيرون لكن المتقف بحسه المرهب وحرصه الكبير على النظر بعمق لكل شيء سيكون هو الناقوص الخطر الذي يحذر الجميع مما سيجري وحتى أن لم يستمع المجتمع له لكنه على الأقل يحذر ويجعل الجميع جاهزون لأي احتمالات طارعة عليها بالتالي هذا المتقف أن يفحص الأجوبة الجاهزة التي تقدمها التقافي الموروثة وخاصة الأجوبة المقدسة كما قلت عليه أيضاً أن لا يتشاطر ويعيد عرضها ووصفها كأساتذة الجامعات هناك مثقفون ومدعون بعضهم نسبة كبيرة منهم من أساتذة الجامعات على موظفون هم لديها التخصص وينخرط منها التخصص وكلما انخرط أكثر كلما بات يعتاش على السيستم أو النظام الموجود وليس في باله أن يتصدى لشيء لأنه سيخسر عمله وسيتعرض لضغوط كبيرة هو في غناء عنها غالبية الأساتذة والموظفين وحتى المتقفين أيضاً هم معرضون لهذه المسألة وهؤلاء لا يحسبون على الثقافة حتى لو كانوا في الأصل المتقفين لكنهم ربما نقول أنهم أصبحوا من مثقفون سابقون إلى صحة العبارة وتخلوا عن هذا الدور وانخرطوا في الحياة وباتوا يفكرون في الطرق السليمة للبقاء في حالة توازن وفي حالة مداهنة مع الوضع الراهن لهم وظيفة المثقف والمفكر بالتالي ببساطة هي أن يفكر أن يفكر أن يبحث أن ينقب وراء كل شيء ويحاول أن يجد العلل الموجودة خلفه كل ما يجري هو معنى أن يفكر معنى أن يتثقف ويثقف بل ويتفلسف أيضاً أن استطاع أن يصل إلى درجة من هذا النوع لو طبقنا مثلاً الآن هذه المعايير الأساسية التي تحدثت عنها نجد أن هذه المعايير قليلة جداً في مجتمعاتنا وبالتالي فالمثقف الحقيقي المثقف الصادق النصوح فعلاً والذي يشعر بأنه لديه واجب ومسؤولية كبيرة تجاه المجتمع والبشرية بيكملها هذا دور كبير جداً لكن هؤلاء ندرأ وقليلون للأسواب التي تحدثنا عنها وعلينا أن نعرف بأن هذه المسألة ليست بالسهولة الكبيرة يجب على كل المثقف أن يقدم تضحيات كبيرة في سبيل نشر أفكاره وكثير من هؤلاء المثقفين يعني ضاع جهدهم هباء لكن معظم العباقرة معظم المثقفين المفكرين كبارهم عانوا الأمرين في حياتهم وغالباً ما كانت الناس تعود إليهم بعد أن يدفعوا الثمن غالياً لكي يجعل الناس يستمعون إلى آرائهم وأفكارهم وهذه مسألة معروفة هي العلا ليست في المجتمع ولا في المثقفين طبيعة الحياة البشرية هي هكذا أنه من الصعوب الإنسان أن يتغير ومن الصعوب أن يحفل أي إنسان الآخرين على التغيير لأنه عواقب التغيير دائماً خطرة لكن علينا في مجتمعاتنا المعاصرة علينا أن ندرك بين المثقف ووجوده مهما كانت خلافاتنا معه وجود ضروري جداً وبالتالي هؤلاء عادتهم قليل جداً عادة المخلصين لجهدهم لأفكارهم لوعيهم لرؤيتهم لقدرتهم لجرعتهم أيضاً على أن يشتاجوا كل الموالأ والحواجز الرائجة فبالتالي فالمثقفين الذين استقالوا أو توقفوا أو الدعوة الثقافة لأنه هو نسبة كبيرة من هؤلاء المثقفين أو المفكرين أو المختصين بقضايا الفلسفة والفكر والإبداع والثقافة عموماً هؤلاء وحتى الدين هؤلاء أغلبهم أناس بحثون عن مصالحهم وممكن أن نسميهم متقفون أو مفكرون بالإشاعة بالحجز الإعلامي وأن لدينا متقفين ومفكرين ولكن في الحقيقة هؤلاء ليسوا أكثر ليسوا إلا موظفين يتبعون مصالحهم ومصالح الطبقات المهيمة والحاكمة التفكير بالتالي دائماً هو فعل نادر جداً في عالمنا هذا والأنكام من كل هذا أنه مرفور ولا يلقى الترحيب أكرر لدينا متقفون بالآلاف لكن مع الأسف أغلبيتهم الأغمى هم متقفون بالإشاعة ومتقفون معلم آخرهم بحضورهم الإعلامي المستمر شعبياً أيضاً وعلى قنوات تواصل وفي أماكن عامة أيضاً وداخل المهرجانات والأماسي والمناسبات الثقافية التي تعقدها الجهات مختلفة هؤلاء حضورهم المستمر وصوتهم العالي ولهجتهم الخطابية تغشي الآخرين وتجعلهم يشعرون بأن هؤلاء هم من المثقفين الكبار والحقيقة هم هؤلاء ليسوا أكثر من مثقفين ديماغوجيين شعبوين حالهم حال رجال الدين رجال الدين لديهم هذه الصفة أيضاً تجد أن يتحدث بلغة فيها آيات وفيها قضايا تدغدغ مشاعر الجماهير وجماهير لا تعرف الحقيقة الأمر إنما يقدموا له بلاغة لغوية وبهرجة يعني كلام مبهرج فيه كثير من الدعاعات الفارغة التي تمنع المستمع من السماع والتفكير عموان أختم الموضوع وأقول بأن أغلبية المثقفين ومن ظنهم رجال الدين هؤلاء أغلب نسبة العظمى منهم ليسوا أكثر من كتاب ومفكرين بالإشاعة وفقط من خلال الحضور اليومي الفارغ من المعنى والذي يوحل الآخرين بالأهمية لكن المثقفون الحقيقيون المهمون هم الذين يغضب من تواجدهم الجمهور والذي ينتقدهم الجمهور فهؤلاء قل هؤلاء هم الذين أوجعوا الجماهير وضربوهم وتحسسوا المناطق الحساسة فيهم هؤلاء هم المثقفون الحقيقيون أو الشخصيات النافعة الأساسية داخل المجتمع هؤلاء هم ثروة هذا المجتمع حتى لو كانوا مسئين مزعجين لديهم تصرفات غير صحيحة هؤلاء هم المفيدين لكن يسأل فيه جانب وجوانب سيئة فيه يعني عن سبيل المثال فيه يعني بعض أدى مقولات وأدى أفكار سيئة جدا ضد الإنسانية ضد الديمقراطية ضد الحريات فيها جوانب غير مرغوبة لكنها في كل أحوال تقدم قراءة أو تقدم تصور مفيد للجميع ومهما كان اتفاقنا معه سواء كنا متفقين معه أو مختلفين لكنه يضيء جانبا أهمله الجميع ويكشفه لهم ولهم بعد ذلك أن يقرروا ما يقررون من الأراء التي استمعتها لصديقة ليندا قالت أن هذا الكلام أصلا هذا الكلام هو بوست نشرته على الفيسبوك وقالت كلامك هذا الصحيح هو عن تجربة وقالت أن الحقائق المؤلم الأحيان أنت من تبحث عنها بنفسك ولا أحد سيقدمها لك على طبق من الذهب وكلنا رأينا ما حدث في جائحة الكوفيد وانسياق الرأي العام وحتى الكثير من المثقفين وانسياقهم في تعزيز نظرية المؤامرة وإلى درجة أن الكل الصاري عزز الخرافات التي ألصقت بالتطعيمات أنا قلت له هذه طبعا هي علتنا الكبيرة الكبرى هذا يتدل عن أدام الأدوات المنطقية والمفهومية التي تساعد على فهم الواقع والعالم لهذا وجدت نظريات المؤامرة بصراحة أو وجدت نظريات المؤامرة لها مكانا مهيما بيننا لأنها نظرية شبغة ريزية ولا تحتاج جهدنا ذهنيا كبيرا بل أن الدين السائد في المجتمعات عادة يكون هو قائم على نظرية المؤامرة أصلا ومن أكبر المنتجين لها بمناسبة أيضا وبالحقيقة مجتمعاتنا العربية تعاني من عاقة فكرية مستوطنة كما يقول الصديق محمد فلالي يقول هذه العاقة الفكرية مستوطنة هي تجعلنا نتحدث في شؤون العالم وشؤون أمريكا وشؤون إسرائيل والصين واليابان وكل شيء لكننا لا نتحدث عن ما يحدث داخل مطبخنا الداخلي والجمهور طبعا دائما هو أول المؤترضين أو المعارضين للمفكرين الذين يتناولون المطبخ الداخلي ويحاولون أن يصفون الأكلات والموجودة داخل المطبخ الأكلات الدينية خاصة هذه والتي يرغم الجميع على تناولها هؤلاء هم الذين يعارضون المفكرين جمهور الذين تعودوا على هذا الحساء الديني أو الحساء الثقافي الجاهز المتكلس هذا الحساء الجمهور تعود عليه ويرفض أي محاولة من قبل المفكرين والمثقفين لمراجعته ويرفضون حتى الانسياع إلى أو يرفضون الحقيقة هم يعرفون أن هذا الحساء الذي يأكلونه أو يشربونه يوميا عن طريق فرائض تسميات مختلفة فرائض دينية فرائض وطنية فرائض سياسية فرائض سوقية حكومية هذه كلها هي يعرفون أنها سيئة لكنهم يخشون مواجهة الحقيقة يعني حتى بعض الأحيان يقول فلال يقول أنه ربما حتى يصل إلى درجة أنه هذه الدولة أنه الدولة أحيانا تكون مستبدة وتكون أرحم من سلطة الرعاع التي تتجاوز سلطتهم سلطة الدولة خاصة على المفكرين أحيانا الدولة ربما تتغاضى عن ما يقوله المفكر وينشره لكن الجمهور يغضب من ضده وربما يؤدي إلى قتله كما حدث مع كثير من المفكرين في عالمنا العربي من المفرج فوذة وذكر قتله قبل أيام وهذا على كل شيء أنه دائما الشعوب دائما الشعوب محتلة دينيا أو محتلة استبداديا بطريقة أو بأخرى دائما هناك سلطة وهذه سلطة إما دينية هناك دينية استبدادية حاكمة بطريقة أو بأخرى لكن غالبا الشعوب محتلة ثقافيا بطريقة دينية وتنتشر هذه الثقافة دينية داخل المجتمع ويشرف عليها كهنة كبار هؤلاء يعني يجعلون الشعب بأكمله خاضع لهم والإرادتهم والقيام التي ينشرونها فيما بينهم والحقيقة أنه النتيجة التي تتضح في النهاية خاصة على مجتمعاتنا دائما نقول لنا مشكلتنا أنه أن السياسي تابع لرجل الدين عكس ما هو الشعع ويقال أنه الرجال الدين تابعين للسياسيين وينفذون ما يأمرونهم هذا كلام صحيح لا أقول أنه خطأ لكنه ليس بهذه الصورة هناك نوع من التبادل المنافع فيما بين الطرفين وكل منهما يعرف بأن أحدهما أقوى من الآخر وهذا الندية في العلاقة فيما بينهما كلاهما يمتلكان مصير الجمهور أو الشعب أو الجماعة المؤمنين هؤلاء وفقا لهذا كل منهما يلعب على هذه الورقة يعني رجل الدين لديه أتباعه الحاكم لديه أتباعه لكن سلطة رجل الدين أقوى بكثير من سلطة أي سياسي مهما كان مهما حاول السياسة مطالبة بسيطة نوعيا بالقياس لمطالبة رجل الدين رجل الدين يحاول أن يستولي على ذهن وعقل المؤمن والشعب بأكمله أما السياسي فلا يريد من هذا المواطن أو المتدين أو الذي يحكمه سواء يطيع عوامر السياسي وينفذ مشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية يعني لا يريد منه سواء أن يكون عضوا نافعا داخل الدولة وليس عضوا يعني لا يريد منه أن يغير دماغها يعني فلتفكر ما تشاء فكر ما تشاء وتعتقد ما تشاء بالنسبة للسياسي هكذا الأمور هو يجد أنه أفضل فرصة لإتقان عمل ما اذهب وأعمل ازرع اصنع ابني مصنع قدم أشياء وأنا أتولى عملية رعاية شؤونك لكن أنا لا شأن لي بطريقة التي تفكر بها ولا شأن لي بالقضايا التي هي خارج اهتمام الدولة و علاقة الدولة بالمواطنين شكرا جزيلا وأشفاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة